نحن نفتخر بجهازنا الطبي وجيشنا الأبيض دائما أطباءنا الأردنيين عندهم إنجازات عديدة إن كان داخل البلد وخارجها لما اليوم نتحدث عن القطاع الصحي أو القطاع الطبي الأردني تحديدا القطاع الحكومي لما نتحدث عن نجاحات بتميزنا عن غيرنا ولأول مرة بالأردن تم إقامة نوع من أنواع الجراحات سنتعرف عليها من خلال ضيوفنا تخص العمود الفقري بأقل خلينا نحكي سايد افكت أو آثار جانبية والمريض بيرجع لحياته الطبيعية راح يكون معنا الدكتور إبراهيم القاسم اختصاصي جراحة العظام والمفاصل تخصص فرع جراحة العمود الفقري وتشوهاته بمستشفى البشير والدكتور جاسر لزبيدي اختصاصي جراحة العظام والمفاصل تخصص فرع في جراحة العمود الفقري وتشوهاته بمستشفى البشير رح نتحدث عن علاج وجراحة العمود الفقري وتعديل العمود الفقري أيضا وجراحة الأعصاب وهي تعتبر من أولى العمليات في الشرق الأوسط أهلا وسهلا فيكم منورتون أهلا وسهلا دكتور يعطيك ألف عافية وتشرفنا فيك يعني زي ما حكت كاثي إنجاز صبي جديد يضاف إلى الإنجازات الموجودة وبمستشفى حكومي البشير هذا من أعرق وأغدى من المستشفيات موجودة في الأدن بلتش معك دكتور إبراهيم قل لك سبع الخير وأهلا وسهلا فيك قبل أن نخذ بجراحة العمود الفقري حبير يعطينا تعريف عام عن أمراض العمود الفقري يعني ما التشوهات التي مCR فيها العمود الفقري ونستطيع أن نعالجها اليوم بداية أحبign شاشتنا العريق الوطنية أحب أحبا سبع جرد سيدنا وشعابنا العزيز بالنسبة للموضوع الإنحناء العمود الفقري إنحناء العمود الفقري إما بكون إنحناء جانبي اللي هو نسميه 전ف سكوليوسوس إما بكون أمامي 위가 كايفوسوس وإما بكون المتحدين مع بعض طبعا الاثنين موضوعين كبار لا نستطيع أن نحكي الآن عنه ونحكي الآن بس نقتصر على موضوع الجنف هو السكوليوسيس هو عبارة عن حناء بالعمود الفقري مع التفاف في إحدى الفقرات هذا السكوليوسيس إما يتطرق تحصن أنه يكون ثانوي إما ناتج عن أورام أو كسور في العمود الفقري أو تشوهات خلقية في الفقرات عدم اكتمال في نمو الفقرات أو يكون ناتج عن شلل دماغي أو شلل العصبي أو رخاوف المفاصل مثل متلازمة مارفان أو إهلاردانلوس طبعا هذا العادة يكون مصحوب مع تشوهات خلقية أخرى مثل تشوهات في القلب أو في الكلا أو في العمود الفقري والمكتسب الذي ننسى أن نقوله باللاتيني هو غير معروف حتى الآن أد ما تطور العلم للآن ليس معروف إما هو جينيتيك هو ملتصخ بفيتاميات في دراسات جديدة في واشنطن يتحدثون أن الزينك يعملون دراسات على أن الزينك النقص للأطفال وهو سبب الأسكوليوس لكن الآن لا يوجد أبروف لديها دراسات كثيرة الآن نحن نواجهنا أكثر بعيداتنا وهو الإديوباثيك وهو المكتسب هذا يجمع عند الولادة حتى ثلاث سنين أو من أربع سنين لعمر العشر سنين أو فوق العشر سنين لأن هذه أهم مرحلتين نمو يحدثون في الجسم فهلا بالعادة تحت العشر سنين نعتمد طريقة علاجه على الزوايا لدرجة زوايا معينة إما من لبسه بريس وهو زي جاكيت إذا كان مثلا تحت الـ 25 درجة إذا فوق الـ 40 درجة يصبح منطق العمليات طبعا العمليات تعتمد على نوع الكيرب نوع الإنحناء والزاوي تبعته شو كاتي أنا من الأشخاص دائما الواحد لازم ينتبه للأطفال تحديدا خصوصا أي تشوهات خلقية مرات ما بتبين معك بالبداية فلازم ننتبه أكثر بدي أنتقل إلى الأستاذ أو الدكتور جاسر الدكتور يعني قلت حدثنا عن هذه العملية قد يمكن المريض يعاني من أثار جانبية هل هناك أثار جانبية ما في أثار جانبية كيف بتتم هذه العملية بأحدث جهاز مش موجود ولا بأي مستشفى إلا بمستشفى البشير حتى القطاع الخاص نعم ست والله الحمد يعني الهدف من إجراء هذه العمليات أنه نقف معاناة هذه الشريحة من الأطفال حلو وتتم بسلاسة وبسلامة عالية بحيث نمنع أي إصابة للقناة العصبية أو جذور العصاب كمام كثير من شعبنا يقتنع أو يؤمن أن الجراحة للعمود الفقري تؤدي للشلل صحيح وآخر يعني خطوة بالجؤولها ويكونوا يساتر نعم هي العملية الجراحية ولكن ولله الحمد بفضل دعم المستمر لهذه المزارة العريقة تم تأمين جهاز ملاحي خاص يمكننا أنه نضع البراغي والمعادن في ظهر المريض بدقة عالية تصل إلى 100% حيث أنه نكون بعيدين عن أي مخاطر ممكن تسبب مضاعفات للطفل اللي بنعالجه نعم وهذا الجهاز للأمانة ليس متوفر إلا بوزارة الصحة حيلا في مستشفى البشير اللي اسمه جهاز أو آرم هو بأخذ مقاطع طبقية أثناء العملية بتعطيك ثقة عالية وأمان عالي أثناء جراء هاي العملية تمام بالإضافة إلى ربط المريض على جهاز خاص لمراقبة الأعصاب في حالة لا صمح الله حدث أي ضرر عصبي أنه نتنبهنه مبكرا ونحاول نعالجه باللحظة هاي مباشرة تمام بحيث أنه نطلع من الجراء من صالة العمليات ومتأكدين أنه مريض نفش عنده أي إصابة وهو نايم شميل تمام يعني المريض نطلع الأهل ونبلغ لهم أن انتهت الأمور بسلاسة وبسلامة بدون أي مشاكل عصبية زمان كانوا يضطروا لتصحية المريض ويحرك رجليه وكذا حاليا نحن نستخدم هذه التقنيات المتطورة جدا تعطينا ثقة وأمان عالي وتمكننا أن نجر هذه العمليات بدون أي مشاكل أو أي مضاعفات جميل عودة إلى الدكتور إبراهيم يعني الجنف يعني عبارة عن حالة بتصيب الجوز أنت حكيت فئة عمرية وقد تكون مكتسبة أنواعها متعددة ولكن كيف أنتوا بتشخصوا هذه الحالة هل هي بحاجة إلى جراحة ما وشو النوع الجراحة المناسبة إذا المريض محول من زميل خلص مشخص أنه عنده نحن بعتمد طريقة العلاج على الزوايا وعلى عمر الطفل وتمقي هذه الزوايا نعم بنقيس الزوايا ونعتبر على العمر العظمي مش على العمر الفي يعني لو فوق مثلا 25 سنة ما بنعمله العملية أو يكون فيش قابليا وينمو العظم مرة بالعكس ونحن بعد مكتب النمو بنمو معدل من درجتين لثلاث درجات سنويا مبتاز مدى الحياة بس نحن نعتمد على الزاوية أمتى نتدخل جراحيا فوق الأربعين درجة تحت الأربعين درجة نحاول نظن تحفظي اللي هو البريس اللي حكينا عنه الجكل يعني الدهاز اللي بلعبسه نعم بس لما يتعدل الأربعين خلص ما بزبط لتدخل جراحي لأنه راح يظل يزيد فمنحاول ندخل جراحيا بدري عساس أنه ما يصير عندنا المضاعفات اللي هي العمليات الكبيرة بسير ما نستقص الفقر عشان رجل نحن نتتعدى السبعين بسير العملية شوي فيها خطورة جميل بس أنا فيك شغلة بسيطة في خطورة أولى لأنه دائما بجوز حكي الدكتور جاسر يعني دائما الناس بتخاف في خطور ولا ما في خطور لا لا مع تقدم العلم الآن يعني العملية بسيطة جدا أصبحت دكتور يعني جاسر خير نرجع للتعليمات ما بعد العملية نحن خلص العملية المريض تلاقي في ناس لازم يقعد فترة طويلة على ظهره ما يتحركش ما يقومش بأي حركة نعم بعد ما يعمل هذه العملية المريض كيف يعني الأمور بدأت يمشي ما بعد هذه العملية ستة نحب نطمن مرضانا ونقولهم أنه هذه العملية صار المريض يمشي بعد خلال أول أربعة وعشرين ساعة من إجراءها نعم يستطيع المشي والوقوف والتحرك بدون أي مساعدة خلال أول أربعة وعشرين ساعة من إجراءها يستطيع العودة لمدرسته أو لعمله خلال أربعة أو خمس أسابيع ممكن يعود لحياته بشكل طبيعي إلى درجة أنه ممكن يمارس السباهة على الشهرين يرجع يسبح أو يركض أو يساوي الرياضة اللي كان يحبها على الشهرين إلى ثلاث شهور اللي هي الفترة اللي بنستنى فيها الاكتمال تكلس للوضع الجديد للعمود الفقري اللي عدلناه لالتئام العظمي اللي صار بعد ما عدلنا الانحراف اللي موجود ممتاز جميل هلأ فيه بجز سؤال اللي بجز منتنا مخرج هلأ نوفل بتشاركنا فيه أنه في بعض العمليات اللي بتم إجراءها ممكن ترجع الحالة زي ما كانت قبل لا نادرا هذا الهادي نادرا في حال إذا تم اختيار خاطئ للمستوى لتثبيت العمود الفقري يعني ممكن أنه ترجع ترجع في حال إختيار الخاطئ لفقرات تثبيت الفقرات يعني مثلا عندك توقع في العملية لما نوقف عند مثلا فقرة القطنية الأولى أو الثانية المفروض وقف عند الصدرية مثلا الـ 12 أو الـ 11 لما يوقف الولد مع الوزن يرجع يعمل تلت جميل هناك شغلة كمان دكتور أريد أن تعطيني وصف بسيط وخفيف ولطيف عشان يعني لكل يفهم عليك شو العملية يعني شو بتعمل فيها قص للعظام كيف بتعدل الجسم يعني بس يعني بوضح إياها ببساطة شوية وآلية الاستخدام البراغي والأمور هاي لأنه نحن بخاف لما يقول لك ما هو براغي والأمور نعم بالنسبة للعملية ويعتمد على الزاوية كل زاوية لها عملية معينة بس مبدئيا إحنا العملية بسيطة ما نقصد بالزاوية دكتور الزاوية نحن نصور على الأشعة نحن نحن العمود الفقري في حداثيات معينة نحن نحن نشوف نحن نسبت عن الاستقامة تمام فهذا الزاوية نحن نشوف نحن عن الاستقامة نحن نشوف كم لأن كان خط مستقيم نعم لازم نكون خط مستقيم للعمود الفقري فهلا بنان عليها نشوف وبنان على العمر هلا فيه مثلا نواجه عمليات مثلا الزاوية تكون مثامية ويكون العمر مثلا ثلاثين سنين فهذه الحالة ما رح يزبط أنه بس نحط البراغي ونحط العمود المعدن لأنه نعدل العمود الفقري بهذه الحال نحتاج إلى نحن نشيل من الفقر نشيل الفقر أو فقرتين ونحن نعدل العمود الفقري ونحن نكون أصار الاتساقات تمام كاب دعما يقال أنه ممكن في حالة وجود تشوهات العمود الفقري يتأثر على بعض الأجهزة الحيوية الموجودة بالجسد نعم صحيح فنحكي عن هذا الموضوع دكتور ونروح أيضا للبراغي ما بعد العملية الأنواع المستخدمة يتم إزالتها بعد فترة وآخرين تمام ستي بالنسبة لموضوع التأثير على بعض الأجهزة للأمانة أكثر الجهاز يتأثر هو الجهاز التنفسي خاصة لما يكون في أعمار مبكرة بدأ عندهم الجنف لأنه يكون متوافق الانحراف الموجود مع نمو الرئة فهذا يؤدي إلى تضيق في النفس ومشاكل قد تؤدي إلى الوفاة أو قصور تنفسي أو فشل تنفسي فنحاول أنه حتى نختار الطريقة التشخيصية المثلة مبكرا لهذه الأعمار حتى نتجنب مضاعفات قد تكون وقيمة لهذه الفئة من المرضى بالنسبة لموضوع البراغي للأمانة يعني زي ما بظهر على الشاشة حاليا اللي بنستخدمها البراغي التايتينيوم أحدث أنواع البراغي كثير من الأهل يسألوني دكتور هاي البراغي رح نشيلها أو رح نشيلها بعد فترة أو مثل ما تفضلت سيدي أنه بتصدي أو بتساو مشاكل أو بحس فيها المريض أو في البرد بتصير تضرب عليه مثلا نعم بنطمن المرضى أنه البراغي المحطوط الآن في جراحة العمود الفقري لأنواع المعادن الجيدة والمنافسة واللي بتتقبل أنه المريض تصور رنين مغناطيسي بعدها نعم ومقاومة للالتهاب مش زي المواد السابقة حرارة ممكن في بعض الأحيان ما لها أي علاقة ستي والشغل الإيجابي الكويس إنها مقاومة للالتهابات يعني الستانلستيل الصفائح القديمة أو البراغي القديمة مقاومة الالتهاب مش مثل التايتنيوم الموجود وحاليا إذا حطينا هذا المعدن ما في داعي نشيله لأنه ما بيسبب أي مشكلة للمريض جبيل دكتور إبراهيم الأدوية والعلاجات التي تحدث بعد العملية أحنا بعد العملية أعطينا فيه مثلا مراهن فيه أدوية استدامة مراجعات رح تكون متكذبة بعد من أعمل العملية تأكيدا الحكي سميلي خلاص المريض بس من مشي لفترة معينة على المسكنات تعرف جروح لحي ميل تعمل جروح بعد المسكنات ليس بحاجة لأي دوء ما فيه زي مكانه زماني نعم لا بعد ثلاث شهور لست شهور برجع حياته الطبيعية ويلعب جنباز ويسول بالدوية ممتاز دكتور نرجع لموضوع الأعصاب لأنه مهم جدا ودائما نركز أنه في حال الجراح المختصة بالعمود الفقري يسيب أنه مشاكل بالأعصاب تحدث الدكتور جاسر أنه هذا الجهاز هو المريض تقوم بالعملية نحن متأكد من الأعصاب كيف سهل على المريض أن يرجع لحياته بشكل طبيعي وكيف مهم أنه لا يصير فيه تلف بالأعصاب الفكرة في الجهاز الجديد أنه ثلاث الأبعاد هو التشوى والردي أصلا هو ثلاث الأبعاد هو انحناء مع التفاف فلما تصور أورم سيتي قبل أن تطلع من العملية وانت رسالتك تحط في البرغي تكون أنت شايف وضعته 100% أنك أنت بعيد عن العصب فلن تحط في البرغي صح أو لا فالطرق التقليدية كانت فيه جهاز يستخدمه سي أرم أولا أعرضك للأشياء بشكل كبير وثاني أيضا ليس بدقة هذا لأن هذا صورة طبقية يعطينا أثناء العملية يعني أن نطلع من العملية خلاص المريض ليس بحاجة نتصوير ممتاز يعني أنت قاعد أثناء العملية تكون متبدع كل الأمور حتى لو صار معك غراط لا سمح الله تتفادى مباشرة سيدي وتحل المشكلة لحظيا وتكون أنت طالع من عمليتك وأثناء أجرها أنت مطمئن 100% أنه مريضك بأمان ولله الحمد جميل طيب نحن اليوم نحكي عنها الإنجاز الطبي يعني فتاة بجوزة عمرها 15 سنة عملت لها عملية عارفنا شو كانت الحالة من يشو كانت تعاني المريضة يسمى هبة الله عمرها 14-15 سنة كانت تعاني من جنف أو وجاج في العمود الفقري تم تشخيصها وإجراء الفحوصات اللازمة من صور شعاعية رانين مغناطيسي استثناء أحد التشوهات الأخرى في الكلاف في القلب في الجهاز التنفسي تحضير الفحوصات الدموية اللازمة وتم برمجة العملية وإجراءها على أكمل وجه ولله الحمد الحمد لله رب العالمين واستطاعت المشي خلال أول 24 ساعة وكانت النتيجة ولله الحمد ممتازة حمد لله طب دكتور يعني لما الأمة تنجب الطفل تكون كيف عليه وطفلي ويربطه ويلفعه وإلى آخر ما بننتبه للعمود الفقري بعد فترة معينة بننتبه أنه في عنا مشكلة بالعمود الفقري إن كان من إعوجاج أو مشاكل أخرى اليوم كيف بدنا ننتبه للطفل حديث الولادة أنه يعاني من مشكلة وإذا فيه هناك أعراض ممكن يلاحظها الوالدين على طفلهم أنه يعاني من مشكلة معينة بالعمود الفقري ستة هو الأمانة صعب تشخيص جنف العمود الفقري في الأعمار السنية أو الأعمار الصغيرة إلا إذا كان مصاحب بعيوب خلقية أخرى مثل مشاكل في الكلا مشاكل في القلب فبنيجي من نكتشف هاي التشوه نتيجة إنه إحنا قاعدين بنصور صورة أشيعة مثلا فقط نعم مثلا مرات الأمهات بيكبسوا العمود الفقري للطفل بيبين أو الحجات حاليا لما يمشي الطفل بلاحظوا أنه ممكن تلاقي أنه عنده كتف أعلى من الآخر هاي الشغلة أو ميول في الحوض أو الشغلة الثانية أنه أثناء الركوع في الصلاة أو أنه بلعب أو أنه بتغير له أو كذا تلاقي أنه عنده إشي يسمونه الهمب أو السنامي لوحة كتف أعلى من الثانية ويتأكدوا نعم صحيح سيدي ويتأكدوا لما الطفل مثلا يركع يأخذ وضع الركوع بيزيد الانحراف فبكون ظاهر أكثر ممتاز الدكتور إبراهيم نحن نحكي عن تطور تكنولوجيا حداثة أجهزة جديدة ونحن نحن نفس بالمملكة وخارج المملكة نحكي عن مستقبل التكنولوجيا الحديثة وإستخدامها بشكل مباشر وعلى أرض الواقع من خلالك يعني من خلال أطباء مميزين في المملكة وأيضا تطور الحديث بتخيل كل شيء يتعلق بالتكنولوجيا والأدوات الطبية الحديثة في العلاجات المختلفة يعني نحن الآن ماشي بالتطور الحمد لله وهي ما الآن عندنا الجهاز لوارم في المستشفى وزارة الصحة هذا جهاز متقدم جدا والآن إن شاء الله سنشتغل كمان نطور أكثر في النوع الذي صار تطور جديد في العمود الفقري أنه صرنا ثبت الفقرات عن طريق الماد الذي يستخدموها زراعة الشرائيين نفسها سيعملوا زي رب اللي هو حبل منها بنشتغل على تعديل العمود الفقري بنغير تثبيت فقرات يعني اليوم الهيام ما رحت حتى يكون فيه براغي ولا وصلت هيا نشتغلنا عليها بس رح ندخل عوزارة صحة إن شاء الله يا رب إن شاء الله كل التوفيق لكم ونفتخر فيكم وإن شاء الله دائما هيك النجازات حريفة شكرا جزيلا كل شكر دكتور يعطيك للفعال ويعني بارك الله بارك الله فيك ستتي وأنا الأمانة يعني من هذا المنبر بحب أشكر الناس اللي وقفوا معي بهذه المسيرة والدي والدي زوجة العزيزة تحملت معي كثير للوصول لهذه اللحظة ستهم حسن والله يرضى عليكي وما بنسى معلميننا اللي علموني طوفة الدكتور الباشا دكتور رايد وجوخ والدكتور رياد بن طريف رئيس الدائرة اللي تواصل معنا ودعمنا لحتى قمنا بهذا الإنجاز الرائع يعني دائما دعم العائلة مهم جدا لأي إنجاز وأيضا دعم المسؤولين الواثقين بمن يعملون معهم شكرا جزيلا لتواجدكم معنا وكل التوفيق شكرا جزيلا